مساء الخير حالات عدم استقرار سريعة بيمرق فيها لبنان خلال الأسبوع اللي جاية ومثل ما نبين لهلأ ما في عواصف بالأسم الأول من الأسبوع منبقى منعطيكم أكيد تفاصيل عن طقس الأسم الثاني من الجمعة بنشراتنا الليحة رياح يوم الثاني جنوبية غربية بتوصل سرعة إلى 30 كم بالساعة الأجواء المتقلبة بتكمل بكرة واحتمال الشتاء بليمس الأربعين بالمئة الحرارة بنهار بتستقر على الساحل وبتوطة شوي بالداخل وعلى الجبال خلينا نبلش جولتنا من بيروت 18 صيدة كمان 18 كوكبة 16 بالليل المعدلات بتوطة كتير وخصوصة على المرتفعات فيترون درجة الفرزو الدرجة كمان واهدن أربع تحت الصفر ببيروت موج البحر بيتخطى المتر وعلى الساحل إجمالا ما في كتير غيوم أما على الجبال التلج ابتداء من 1900 متر والاختيطة كسيفة بالليل نظرة على طقس الأسبوع الطقس المتقلب إجمالا بكفي يوم التنين الحرارة مثل ما قلنا ما بتتغير على الساحل والرطوبة فوق الستين بالمئة تلاتة بيتحصن طقسنا وبيرجع غائم جزئيا والحرارة ساحلا مستقرة على الـ 18 درجة أما رطوبة فبطوطة للستين بالمئة يوم الأربعة بترجع التقلبيت والغريب أن الحرارة بتعل على الساحل درجة تقريبا وبطوطة بالداخل وعلى الجبال الضباب بيكون كثيف على المرتفعات والأجواء بتكون مهيئة لشتة متفرق مع برق ورعد ببعض الأوقات طقس الخميس ما بيفرق كتير عن الأربعة والرطوبة بتستقر على الـ 65 بالمئة ختام نشرتنا تصبحوا على خير